اذا الفارس بيتأهل مصحوما بهذه الارقام القياسية لكن ايه اللي جاي؟ اللي جاي يوم الجمعة ارعة المجموعات في يوم الانتصارات ومصر بتحتفل ان شاء الله تعالى يوم الجمعة بذكرى الانتصار المجيب في 6 اكتوبر ييجي الانجاز او ييجي الترقب الكبير لارعة دور المجموعات دور المجموعات في دور الابطال وفي الكونفدرالية الارع هتتعمل في جنوب افريقيا يوم الجمعة ان شاء الله 6 اكتوبر الساعة الثانية ظهرا هينطلق دور المجموعات في دور الابطال يوم 24 نوفمبر بمشاركة الاهلي وبرامدز من مصر النادي الاهلي التصنيف شوفوا مع نهاية القرن اللي فات ناس اتخانقت وتكلمت على التصنيف وناس اعترضت على الاتحاد الافريقي واتهامته والمعايير والمعايير والتسعة اكبر من سبعة والستة اكبر من تمانية ونروح لوزارة التموين ونكتب نادي القرن الحقيقي وكلام كتير اعتقد لسا انتم تابعين الاثار بتاعته ومش واخدين بالهم انه التصنيف ده اللي ادى الاهلي نادي القرن اللي فات هو التصنيف المستمر بذات المعايير نفس المسترة شغالة لغاية النهاردة بعد واحد وعشرين والاثنين وعشرين سنة من القرن الجديد هي نفس المسترة اللي معترضين عليها شغالة والكل ملتزم بيها بس محدش بيتكلم وفقا لهذا التصنيف وبذات المعايير اعلن الاهلي على قمة تصنيف الفرق المتاهلة لدور المجموعات في دوري الابطال بحصوله على تلاتة وتمانين نقطة في اخر خمس سنوات يعني لما تدي نقاط بنفس المعايير على اخر خمس بطولات اخر خمس مواسم يأتي الاهلي الاول برصيد تلاتة وتمانين نقطة اللي بياليه الوداد المغربي اربعة وسبعين نقطة ثم الترجل التونسي تمانية وخمسين نقطة ثم سانداونز الجنوب افريقي برصيد ستة وخمسين لتكون هذه الفرق الاربعة على رأس التصنيف يعني الارعى يوم الجبعة الاهلي اول الاوائل ثم الوداد ثم سانداونز والترجل الاربع فرق دول هما اللي يتحطوا وفقا لهذا التصنيف بهذه النقاط على رؤوس المجموعات الاربعة وبعد كده فيش كورس وخنا وساعة هتسحب من كل تصنيف فرقة فالتصنيف التاني شباب الوزداد الجزائري وسيمبا التنزاني شباب الوزداد عنده ستة وثلاثين نقطة وسيمبا التنزاني خمسة وثلاثين بيرامدز خمسة وثلاثين بيترو أتلتوكو الأنجولي تلاتة وثلاثين ونص اذا في التصنيف التاني هتاخد واحدة من كل فرقة من الفرقة الاربعة في التصنيف التاني تروح يعني الأهل ممكن ييجي معها بيرامدز وممكن ييجي معها سيمبا وممكن شباب الوزداد ممكن اتواقف هنا لحظة وممكن بيترو أتلتكو عشان المعيير بيرامدت وجد إذا في التصنيف يخص مستوى التاني يخص بطولة الأبطال هو شارك في كونفدرالي خد نقط ما شاركش خالص أول مرة شارك في دور الأبطال مش كده إذن المعيار اللي دخل بيرامد النقاط اللي حصل عليها في المسابقات الإفريقية هو ما شاركش اللي في كونفدرالي يا سيدي ما نفاهم ما نفاهم أصدقول ما بيروحش بقى يقولك دي ودي واخد كل المطولة دي أهم من دي ودي أكبر من دي لك ابناء لك عدد من النقاط بتحطك في تصنيف فهو بموجب هذا بقى في التصنيف التاني وحاجة تحسب طبعا طيب التصنيف التالت هتاخد واحدة من مازنبي الكونغولي اللي عنده 30 نقطة ونص الهلال السوداني 27 نقطة وينج أفريكنز التنزاني 20 نقطة وأسك ميموزة الإفواري 20 نقطة يعني الأهلي هيتحط معاه واحدة من دول مازنبي والهلال وينج أفريكنز وأسك ميموزة التصنيف الرابع والأخير النجم الساحل التونسي عنده 20 نقطة جواتين جالكسي البوتسواني عنده أربع نقاط نوازيب الموريتاني عنده نقطة واحدة ميدياما الغاني بدون رصيد دي مشاركة جديدة بالنسباله إذن الأربع فرق في هذا التصنيف هيتوزعوا على المجموعات الأربعة في ملحوظة نلفت نظرك آه في ملحوظة إن شباب بلوزداد هيلعب النهاردة في ملعبه مع يورينجرز بطل سيراليون فاز في الزهاب بسيراليون ثلاثة واحد يعني الفريق الجزائري فاز برى الأرض ثلاثة واحد فأصبح مرشح بالنسبة كبيرة لدخول دور المجموعات حال عدم ترشحه هيصعد مازينبي للتصنيف التاني يعني لو شباب بلوزداد خرج رغم فوزه خارج الأرض ثلاثة واحد يبقى مازينبي هيتحرك للتصنيف التاني ويبقى النجم الساحلي يتحرك للتصنيف التالت ويدخد بو رينجرز للتصنيف الرابع ده وفقا لنفس المعايير اللي الناس اتكلمت عليه طبعا الأهل اتقاهل على حساب سان جورج الأسيوب والأهل تقريبا صاحب أعلى فوز يعني سبعة صف في هذا الدور الأهل هو صاحب الحصاد الأعلى بين الفراء اللي اتأهلت لأن الوداد المغربي وصيف الأهل في البطولة الأخيرة تخطى هافية كونكر الغيني بالفوز ثلاثة صف وخسارة بهدف الترجي اللي أعلن النهاردة على مدربه اللي كلنا عارفين ومعين الشعباني أعلن النهاردة تركه للعمل مع الترجي هو إدارة الترجي بتبحث عن مدرب جديد بعد اعتذار الشعباني الترجي اكتاز دوان بطلبوركينا فاز عليه ببرة الأرض واحد صف وتعادل في تونس بدون أهداف هي دية الأريحية بقى والاطمئنان يعني واضح أن الترجي كس الكسب ببرة واحد صف راح جاي متعادل في ملعبه صفر صفر سانداونز الجنوب أفريقي تخطى بامامارو البورندي فاز عليه ببرة الأرض 4 صفر لكن في جنوب أفريقيا فاز 2 صفر فقط فيعتبر 6 صفر حتى الآن الأهل الصاحب للحصاد الأعلى 7 صفر شباب بالوزداد قلتلكم موقفه سيمبا التنزاني تخطى باور دينامو سيمبا للأهل هيقبله يوم عشرين إن شاء الله في الدور الأفريقي البطولة الجديدة يوم عشرين أكتوبر في دار السلام في دور الأبطال تخطى باور دينامو الززانبي اتعادل 2-2 في الوزاكا واحد واحد في دار السلام يعني فشل في تحقيق الفوز هابا وإيابا اتعادل برة وتعادل جوه بس نتيجة التعادل 2-2 برة رجحت كفته ايوه بيراميز تأهل بالفوز على الجيش الرواندي 6-1 بمجموع المباراتين بعد التعادل برة بدون أهداف وفاز هنا 6 بيترو أتلتكو تأهل على حساب أونياو دوسونجو الموزنبيقي بالفوز هابا 2-1 خارج ملعبه وإيابا 3-1 مازينبا تأهل على حساب نيازة ببلوتس بطر ملاوي بالفوز مرة 2-1-0 واربعة سفر الهلال للسوداني تأهل على حساب أول أغسطس الأنجولي بالتعادل بدون أهداف في الواندا والفوز 2-1 في المغرب وينج أفريكانز مرة 2 فاز 2-0 وواحد سفر وبالطبع لعب المريخ خارج المريخ السوداني أسك الإفواري تخطأ أهلي برغازي المريخ خارج هو ينج أفريكانز كان بلعب المريخ شباب بلوزداد النتيجة حتى الآن انتهت 3-1 وتأهل رسميا شباب بلوزداد طيب الأسك الإفواري تخطأ أهلي برغازي الليبي فاز 2-1 بعد التعادل بدون أهداف في ليبيا النجم الساحل التونسي تخطأ جيش الملك المغربي واحد من الفرق القوية بطل الدور المغربي المسلم اللي فات دي نتيجة مهمة ليس كنت أقول لك كانت أقوى مباراة بين الجارين الحقيقة النجم الساحلي فاز في شوسة 1-0 وفاز 2-1 كمان شوف أنا اندهش جدا جدا من مفارقة أن النجم الساحلي تصنيف رابع لكن اكتشفت أنه عنده 20 بنت زيه زيه بتوع التصنيف التالي النجم الساحلي يظل واحد من الفرق التقيلة اللي تشالها مهمة والنتيجة مع الجيش الملكي بتقول كده يعني بطل المغرب انت بتعمل معاك مفاجأة تطور مرياني ميش